خلال مشوارك التدريب يا عصام أكيد فيه لعيبة قبلتك أسطرت معاك جامد قوي لعبة معروفة وفي نفس الوقت بقى نجوم دلوقتي قلنا قلنا بقى دي مهمة جدا للنعيبة اللي مرانها الكابتن عصام عبدالي سوق في النشئين الزمالك أو فيه في أي نادي آخر ده هحكي لحضراتك بس حتة صغيرة محمد إبراهيم كلنا محدش بيختلف عليك طبعا لعيب كبير جدا ومن يعتبر طبعا من ولدي النادي أنا كنت بروحة تفرج له وهو في النشئين كنت بحب أتفرج على فرقائكو لأن أنا كنت بحب محمد إبراهيم قوي وكان بيجبنا أمير عبدالعزيز وانت فاكر ويقول له تعالى فيه العيب كذا كنت بحب بنيجي الصبح نتفرج على محمد إبراهيم ده بالذات بالذبط بالذبط إحنا كابتن كان أيام كان دكتور محمود سعد هو المسؤول عن القطاع وكان بيعمل اختبارات بشكل حلو جدا منظمة جدا فاتلعنا النبارية تمام فكان دكتور محمود سعد كابتن شاشيني كابتن شاشيني وعمر عبدالسلام وأنا وطلعنا مع بعض دي لجنة فهشوف حركة قوة اللجنة عاملة زي طبعا فقاعدين بنجهز حاجاتنا لقينا ولد صغير كده واقف بيعمل كنترول بالكورة يعني زي الإعلانات بتاع بيبسي كده ووقف على جنبه وعمالي شغاله فأنا روحت لدكتور محمود ترول إيه ده قال لي إيه ده هاتوا بسرعة اجري بسرعة على العربية هاتوا استماراته وما تضمن غير من نزله الملعب والله والله العظيب وطلعنا على النادي دينا له معده وطبعا تابعناه وروحنا خلصناه بفلوس بس قليلة مش كتير ومحمد إبراهيم حاجة كاملة عفين ساعتها فالكرومجاناكليس تقريبا حاجة كده تقريبا فده محمد إبراهيم مثلا دلوقتي مثلا ما شاء الله عليه عمر جابر حاجة كل دول كانوا معاك في التدريب بران تقوم يعني اه بالضبط عمر جابر إحنا خمان غير نره بتاعه لأنه هو صغير كان بلعب بليبرو فما كانش فيه أي حاجة لمقاومات بليبرو بصراحة وصير بتعبش بمقاومات كويس لكن هو سبرينتر كويس عنده الستارت كويس ووظفته في الباك اليمين ووظفناه الباك اليمين أنا لعبته وينجرايت وينجرايت ولعبته تمانية في نص الملعب بعد كده لعب هو باكرايت من تاني غير محمد إبراهيم وهمار جابر محمود البادري اسمين كوبار طبعا اه طبعا محمود البادري دلوقتي بيلعب البادري لعب كويس اه كان يلعب الانتاج برضو لما حضرتك اه ملحيتوش اه بس من اللعب المميزة جده في الدور المتاز دلوقتي اه دلوقتي هو أحمد منصور أحمد أيمن منصور طبعا كان من ولادنا برضو اه برضو غيرنا له بتاعه بيلعب وينجليفت لعبنا باكليفت مساك وهو الولد عنده بتفرق حتة العين لما بتشوف العين طبعا على أي أساس انت مثلا انت بتشوف العين كده زي أحمد أحمد منصور مثلا أو عمر جابر اه على أي أساس انت هو بيقولك أنا بلعب سي مثلا سي مثلا مساك لا انت تلعب باكينين تمام ايه اللي انت بتشوفه بتخليك تغير وجب نظرك وتغير مكان اللعيب ده والله كابتن فيه فيه مواضيع بسيطة جدا حضراك دلوقتي لو جبنا مثلا الكتاب اللي هو بيقول لحراك شروط كل مركز فبس هات البوزيشن ده حطه في دماغ انت بتشوفها من خلال عينك بس كده اه يعني انت بتجيب في اللعيب ده هو ده لا ده ممكن يبقى كذا ده ممكن بيقول لحراك عمر جابر ده يعني حاجة تحفة عنده الستارت اللي هو الحاجة اللي مش موجودة في اللعيبه كتير بزبت تلاتة متر الأولينين واو طق ايه ده يخرب بيت كده يعني حاجة لازم لازم ده يبقى معاك زي مثلا لعيبه فيه كتير كان كده خالب بيبو كان كده من تاني يعني فيه لعيبه كتير من نوعية ده اللي هي الستارت ده الستارت ده كابتن مهم جدا في الكور صحيح حتى لو مهارته مش قوي بس هيفرق فلأ ده لازم يبقى طرف تصديقا لكلامك على فكرة كان عندي لعيب في أحد الأنديال اللي مرنتها وليام منساه وليام ده يعني لعيب مساك طبعا أنا روحت لده فيرود طبعا فأتوه تعالى انت مين لك انت لده فيرود قال لي كوتش تلاتي مساك قبل كده فقال لي تصديقا لكلامك قال لي لعبتها مرة واحد تقوله بس لعبتها قبل كده تعالى بقى حقيقة وعدت المران وغيرت ما بقى مساك واس أوليها فحرص الحدود على فكرة وديجل أعتقد وكان من المساكين كويسين الأفرط اللي موجودين في مصر طبعا انت قالت للعمل في تديب خارج مصر قطر الإمارات في ولاة تانية ولا قطر والإمارات بس لا قطر والإمارات بس قطر والإمارات